عايز اروح بقى بمناسبة السيسي وقبل ما نخلص حلقتنا عندنا بس اخبار كده عن الدرايب الدرايب اللي حتجمعها دولة عبدالفتاح السيسي تعالوا نشوف مع بعض الدرايب بتقول بنحصل اموال من تجار المخدرات والدعارة بيحصلوا اموال هتولنا على الشاشة يا جماعة لو سمحتوا بيحصلوا اموال من تجار المخدرات والدعارة ننقل يا جماعة لو سمحتوا ايوه الدرايب نحصل اموالا من تجار المخدرات والدعارة والسلاح ولا يعد ذلك اعترافا يعني هو ما بيعترفش بتجارة السلاح وما بيعترفش بتجارة الدعارة وما بيعترفش بالمخدرات ولكنه بيجمع عليها درايب سبحان الله رئيس الادارة المركزية بيقولك تحصيل درايب من تجار المخدرات والسلاح والدعارة عادي جدا يا جماعة بناخد عليهم درايب بس احنا ايه مش معترفين بيهم حاشة لله تجار السلاح والدعارة بيدفعوا الضريبة لما نقبض عليهم والله العظيم كان في مصر من المضحكات ولكنهم ضحكوا نكل بكاء يعني بيروح يمسك تجرى المخدرات او اللي شغالة في الدعارة او شبكة الدعارة او اللي شغال في السلاح ويمسكوا او بتاع دروس الخصصية يقولوا اه شغالة في الدعارة بقالي كان دي ايه ليه يا فندم عشان عشان ناخد عليكي الضريبة وطبعا ضريبة اللي شغالة بقالها سنة غير اللي شغالة بقالها عشرة واللي بيتاجر في المخدرات من سنة غير اللي بتاجر في المخدرات من عشرة واخد بالك وطبعا اول ما يقولي بتشغل في المخدرات قديق هقوله انا طبعا طبعا لازم اكون شفاف اقوله من خمس سنين يا فندم وعملت صفقات كده بحوالي تلاتة مليون جنيه بس فشوفوا الضريبة بتاعتك واخدوها مننا وفي نفس الوقت الدولة بتقول لك احنا بناخد منهم فلوس بس ده مش اعتراف ويطلع واحد يتنطع ويقول لك ايه اصل فلان في بلد وفي ضعارة طب ما انت حضرتك عندك ضعارة وبتاخد عليها ضرائب وده مش كلامي اعطونا الاخبار يا جماعة عشان بس نشوفها الاخبار كتمنين من مصراوي دي مصراوي تركي ولا مصراوي قطري لا مصراوي مصري تجار المخدرات والسلاح والضعارة طب المصري اليوم بتقول ايه المصري اليوم مش التركي اليوم تحصيل ضرائب من تجار المخدرات والسلاح والضعارة وحطنا بمخصين بصراحة عشان برضو ايه ما يحرجوش حد طيب مسؤول بالضرائب بيقول لك ايه يا سيدي المدرسين الخصيين بيدفعوا ضرائب مش هارهولك خبر حسب معهولك صوت وصورة المدرس في اي درس خصوصي بيعتبر النشاط مهني ويحسب على الانشطة المهنية انت عارب حضرتك نشاط مهني زي الطبيب زي المحاسب زي المحامي اي نشاط بيعتمد على الفكر وليس رأس المال هو ده بيعتبر نشاط مهني الدرس الخصوصي احد الانشطة المهنية اللي بتحسب عنها مصلحة الدرائب طيب ما هو كده البعض يقولك ازاي الدولة بتحارب الدروس الخصية وفي نفس الوقت حضرني بقى يا سيدي اللي بقى مسؤول في الدرائب بيقولك اذا تم الامساج بتجار المخدرات ومع مخدرات بناخد درائب على الشحنة مش مخدرات دي اخوال دين بيقولي يا جماعة ناخد عليها ضرائب بوريني يا سيدي ده ايام ما يعلم بيالة ربنا بقى اتوقع منشئة للضريبة عندي يخضع للضريبة على ما تم القبض عليه فيها اشوف حجم البضاعة اللي اتماسكت مكسابه فيها كام اخضحها للضريبة على ضريبة الدخل بيننشجالي وهو اللي بيدفعها طبعا بس هنا انا بعملها حالة حالة فريدة لابد ان تكون الواقعة تمت يعني انا مقدرش اقدرها مقدرش اقول انه ممكن السنة دي بيع بكذا لا انا عندي ضبطية قضائية الضبطة الشرطة ضبطت وحققت الرقم ده الرقم ده باخده وحاسب عليه ضريبيا زيه زيه اي ممول بيزاو النشاط حتى ولو فلابد انا اعمل معا مناشا اقول له انت ما هي حجم اراداتك خلال هذه السنوات انا بخدها من بقه ما اقدرش ان انا اقدرها كمصلحة ضرائب لان التأديم انا بخدها ثقة منه بقولها تغيرت في المخدرات بالك قد ايه طب احلف المصحف كسبت قد ايه فلما يقولي قالك انا باخد الرقم من بقه وبعمل ضرائب عليه طيب وبردو فتاة الليل كده والله ده ده اللي بيقوله بيجيبه فتاة اللي يقولها تعاي شغالة في كده من امتى ها دخلتي فيوس قد ايه هاتي بقى حق الدولة يعني ايه حق الدولة يعني الدرائب ياللي بتقولك اصل الدولة الفلانية بتاخد درائب على الدعارة لا تعيرها ولا تعيرك كزا طيلها وطيلك باخد منها درائب بنفس الفكرة بنفس فكرة تاجر المخدرات اه ولو قالت نابة ومارس هذه المهنة بقالها عشرين سنة ادفعها على عشرين سنة لابد من اقرار هي حققت ايرادات قدية انا ما اقدرش اقدر لها ايرادات الحالات اللي زي دي حالات لا يمكن ان انا كمصباح الدرائب اتدخل فيها وقدر فيها لانها غير قابلة للتأدير لانها مجرمة وبالتالي هو فقط الاعتراف من الممول هو اللي بيحقق لي كفاية جدا كفاية كفاية ارجوك كفاية طب بالنسبة للسوشيال ميديا التيك توك وميوزيك لي هتاخدوا عليهم ايرادات برضو وضرائب قالك اه هناخد اسمع منه ما تسمعش مني ها تسيط بنات التيك توك دول او ثروات لو لو ولا دالا انه نشاط على النت والسوشيال ميديا يمكن حضرتك تعلم ويمكن نكلمنا قبل كده في الحتة دي اكتر من مرة حاليا اي نشاط عن طريق شبكة المعلومات او طريق الفيسبوك او عن طريق التجارة الالكترونية بنسميها كلها هي حاليا مجال الدراسة كاملة لوضع قانون بنات التيك توك دول خلاص يا جماعة انا بنصح والد ووالدة مواد الادهم وحنين حسام والبنات دي كلها روح ادفعوا الضرائب هم هيطلقوا هالأسة كلها سبوبة عايز يجيب من بتاع المخدرات ضرائب وعايز يجيب من بتاع الدروس الخصية ضرائب وعايز يجيب من فتاة الليل وبتاع السوشيال ميديا ضرائب وبعد كده يقولك ايه يقولك اصلي فيه دول بتاخد من الضعارة ضرائب اظن انت زيك زيهم ربنا يكون فعون الناس يا جماعة ربنا يكون فعون مصر كل سنة وحضراتكم بخير شوفكم على خير في امان الله